اشتركوا في القناة وما هو التطبيق بشكل نعم بشو بيفيد الناس وبدن نبدأ بستة أمان تفضلي صباح الخير لجميع المشاهدين طبعا شكرا إكسترانيا هلأ فكرة التطبيق بلشت تقريبا أول ما صار عنا أمور الحظر بشهر ثلاث أتلقيت أنا شخصيا تصال من أحد الأشخاص بقول لي إحنا شباب تيكنيكل تقنيين حابين نعمل إشي لخدمة ومساعدة بلدنا هلأ إيش بالضبط كانت الأشياء مش متمحورة يعني ما كان فيه إنه مثلا نعمل تطبيق أمان أو غيره فإحنا عم نحاول لنجمع المجموعة التقنية في البلد ناس بفهموا في التكنولوجيا مين حابب يتطوع ونعمل جروبس ونبلش فيها اللي حكوا معاك هم ناس يس هم أشخاص مجموعة من الشباب والشابات اتفقنا وتقريبا صرنا على واحدة من الجروبس في أحد التطبيقات صرنا موجودين تقريبا مية وعشرين شخص وشاب وصبية في عالم التقنيين بمختلف التخصصات في ناس من الديفلوبمنت في ناس من الكواليتي في ناس من الأوبريشنز كتير قطاعات موجودة وطبعا كلياتهم قد يشتغلوا في شركات خاصة وشركات عالمية ومحلية في الأردن اتفقنا في البداية أنه احنا هدفنا واحد أنه بدنا نشوف كيف ممكن نتوصل لأشي يخفف ويساعد البلد في تجنب هذه الجائحة ونطلع من الحضر كان كتير هامنا الأساسي أنه ما بدنا تضل البلد مسكرة والعتم اللي عم نشوفها في عمان وكيف أنه احنا مقيدين حركيا وكذا فطلعت يعني كنا نعمل ريسيرتش كتير شفنا تجارب آخرين تفرجنا على دول مثل سنكبور وكذا بتعرف أنت كتير في العالم كانوا سابقين بأشهر يعني في ناس بلشت عندهم في دول بلشت بشهر 12 فصرنا نشوف تجاربهم ووصلنا لفكرة أنه اوكي احنا رح نعمل تطبيق أمان طبعا اسم المجموعة جوتك كوميونيتي كوفيد كوميونيتي طلعنا في كتير أفكار كان من ضمنهم تطبيق أمان أنه احنا كيف نساعد الحكومة في كسر سلسلة العدوى ونساعد ونكون لنا دور إيجابي مع جماعة التقصي الوباء لأنه احنا عارفين طبعا جهودهم مشكورة قديهم رح يتعبوا أو هم تعبنين في هذا الاشي فكان هدول الهدفين الأساسيين ببادنا وطبعا فيه أفكار تانية في المجموعة ولسه عم تشتغل عليها برضو عشان نحسن فيه أشياء في قطاع الزراعة فيه أشياء تقنية مختلفة عشان نعمل تحول رقمي بشكل عام فكان مين لي يعني التطبيق أمان أجاد نتيجة دراسات اشتغلنا عليها بشكل منيح وطلعنا خليني أحكي مستوى تطبيق على مستوى عالمي من دول العالم الأول وليس الثالث يعني احنا اليوم نتباه فيه أنه على نفس مستوى الدول في العالم الأول فهي كيف أجاد فكرة التطبيق أمان احنا رح نشرح أكثر عن التطبيق بعد شوي بس خليني نطلع مع بعض لتقرير محمد الفعوي في استطلاع سأل الناس بالشارع شو بيعرفوا عن تطبيق أمان نعرف شو الناس بتعرف وبعدين نرجع بناخد الرأي العلمي الدقيق حول تطبيق أمان خليكم أنا بلاونة الأخيرة انتشر تطبيقات منها للوقاية من فيروس كورونا ومنها للتسويق الإلكتروني حابين ننزل على الشارع ونسألهم ايش أكثر التطبيقات باستخدموها بالفترة هاي خليكم معنا خلينا نشوف شو رأي الشارع بالموضوع حجي بتستخدم تطبيق أمان؟ شو تطبيق الأمان؟ ما بتعرفوه؟ احنا تطبيق الأمان في المحل تطبيق الأمان كم من تطبيق الأمان عندي أمان أشكرك بستخدمو بس ما بعرف كيه لإيش تطبيق الأمان؟ مشان إذا في حدا مريض كذا إشي بيبين عندك في التطبيق مرحبا يا شباب بنسألكوا سؤال كيف أموركم؟ انتم ما شاء الله توم ها؟ الله يخليكم يا رب تستخدم تطبيق أمان؟ طبعا لإيش هو تطبيق أمان؟ تعرف؟ أمان مشان فلا ونزع مشان فلا ونزع مشان طاله والله لأل بلي آتم لا والله بتعرف شو تطبيق أمان؟ والله بعرف انه مشان كورونا من الكورونا طب تعرف ايش هو تطبيق أمان؟ لا والله ما بتعرف ها؟ تحت التلفون أو بطبع الكورونا؟ لا لا والله ليش ايش السبب؟ كيف ذا نزله؟ ما بتعرف ها؟ ما بتعرف ها؟ يعني زي ما احنا شايفين ما في توعية للتطبيق يعني في كثير ناس ما بتعرف شو هو التطبيق يعني عدم دراية لازم يكون في توعية وخلينا نقول في دورات مرحبا حجيه كيف حالك؟ بتستخدم تطبيق أمان؟ نعم بتستخدمه؟ بتعرفوا ليش؟ طبعا ليش؟ بلغ الصحة كورونا يعني مصاب الكورونا؟ كل الاحترام اه باستخدمه بتعرف ليش؟ اه باعرف ليش عشان اذا روحت خالطت حدا يبين عندي عشان اذا انا مرضت يبين عن اللي اللي خالطت لا والله ما باستخدمه انت بتعرف ايش هو تطبيق أمان؟ تطبيق جديد حديث تزل على التلفونات عشان ينبه شخص اللي بجانبك انه معه كورونا استخدم تطبيقات غير أمان ظهرت بجائحة كورونا فترة جائحة كورونا؟ تلفونات؟ لا ما باستخدمها ما بتعرفه؟ لا بتعرف ليش؟ استخدم كورونا بتعرف تطبيق أمان؟ لا ما باستخدم? ما سمعت عنه قبل هالمروين؟ لا ولله ولله ما باستخدمه لا ولله بتعرف شو هو؟ شو هو انه هذا كويس الال بيستخدمه اذا بدك تعرف فلان مصابة وفي المكان بلش ما تستخدمه مدامه كويس؟ والله احنا بالمحل فيها مجموعة يعني مش كلاتنا طب انت كشخص كشخص لما تتنقل من محل لمحل ليش ما تستخدمه وانت عارف انه كوي اقول افضل انه شغله يعني استخدمه الافضل لا تعرف شو تطبيق امام اه ايش هو هو عبارة انه بسجل موقعك كل 24 ساعة توقع طب ايش الفايدة منه توقعاتك اذا كنت مخالط بيعرف وين كاين وين روحت عشان يساعدونا لا والله ما بيستخدم تعرف شو هو اه بعرف شو هو اللي هو بكشف المخالطين والمحهم كورونا اللي بتحوليهم طب مدام اتعرف انه مثلا بكشف اشي كويس ليش ما تستخدمه والله ما باعرف لا ما تستخدمه ما شكره المسيبي ما بتعرف تقره طب ما سمعت عنه نعم سمعت عنه شو بتعرف عنه مش كثير يعني ايش شو الفايدة منه انا بيد منه بابدل عنه الكورونا ما كورونا ما راكب نجمع شخص يعني بس ما بتعرف تستخدمه اه منزلته اه بتعرف ايش الفايدة منه هو علشان انه اذا واحد معه يعني يعرفت علي انه الكورونا اه يعني هو يعني هو يكشفه مرسلته لا مرسلته لمشي مساحب تليفوني لا انت عجب لا تعالى وتعالى تذكى الاعلى لا وطن لا لا اذا كانت هذه اراء بعض المواطنين في شوارع وسط البلد حول تطبيق امان في منهم اصاز محمد في منهم بستعملوا التطبيق في منهم ما بستعملوا في منهم لي ربما ما بيعرفوا اكثر عن تطبيق بدنا تسمح لنا تشرح لنا اكثر عن هذا التطبيق فعليا شو بيفيدني انا اليوم اذا بنزله على تليفوني خلينا نشرح شو هو تطبيق امان من الاساس تطبيق امان هو وسيلة وقايا زيه زي الكمام زي التباعد الاجتماعي زي التعقيم هدفه انه يخبرنا في حال اذا خالطنا شخص مصاب خلال 14 يوم يقوم بتنبيهنا ان خالطنا هذا الشخص من خلال كيف كيف الالية بتصير الشخص المصاب بس تظهر على الاعراض بروح بفحص وضروري انه يكون منزل تطبيق امان بروح بفحص بطلب منه موظف وزارة الصحة تطبيق امان فباخد بعمل استخراج للبيانات وبرفعها حتى يرسلها لكافة المستخدمين وبس بوصل تنبيه فقط للاشخاص المخالطين لهذا الشخص وفي عنا نقاط التقاء نقاط التقاء في لها مستويات للتعرض في عنا شديد في عنا عالي في عنا متوسط وفي عنا منخفض فهذه الامور بتعطينا زي التنبيهات انه هذا الشخص كان على مستوى شديد قريب مني مثلا متوسط شوي بعيد عني منخفض يعني مثلا عن نهاية الشارع بعيد عني مسافة جيدة ففي لكل بضعية لها إجراءات معينة يعني بيجي نوتفيكيشن للأشخاص المخالطين شخص مصاب بكورونا انه في شخص مصاب بكورونا مية بالمية انت كانت في نقطة التقاء بينك وبين الشخص المصاب مش ضروري انك مثلا قابلته او خالطته كان في نقطة التقاء معينة وبتصنف نقطة الالتقاء حسب المسافة والوقت اللي تمت فيه المخالطة احنا عندينا عم نحكي عن هو فعليا بيعملنا التراكينج ومتابعة لنحنا وين موجودين وايضا ممكن يسيف الاماكن اللي ملوح عليها اكتر فكرة قاعدة عم تكون بين المواطنين مؤخرا انه انا عم بحس انه انا مش بخصوصية حتى لما كنا عم نحكي عقصة اللوكيشن بقولك مثلا انا بشيلي اللوكيشن انا ما بخلي اللوكيشن موجود عشان جوجل مابس ما تتبع لي هلا يمكن فيه اشي صحيح واشي خاطئ بس الاحساس بالامان فعليا من ناحية تانية غير الكورونا قديش بيوفره تطبيق امان ست امال تمام هلا انا راح احكي من عدة جوانب اول اشي لما التطبيق ينزله الشخص ما بيطلب منه لا اسمه ولا رقم تليفونه ولا اي اشي بخص هذا الشخص يعني احنا كمتطوعين او حتى كوزارة الصحة ما احد راح يعرف انك نزلته او لا هاي اول نقطة النقطة التانية هو يعني خليني احكي ما بيعمل تراكينج هو بيعمل احنا بنسميها تكنيكلي لوكينج يعني بيخزن الاماكن اللي بروح عليها وهي تخزينها عم بيصير لوكالي يعني محلي في الجهاز نفسه يعني بيصير على ذاكرة الجهاز وليس على السيرفرات فبتصفي انا اليوم الداتا تاتي بدل ما مثلا هلا بدي اجي الصباح على المدينة الاعلامية انا عم بحط اني جيت الساعة سبعة الصباح على المدينة الاعلامية ورق او قلم كيف اذا بدنا نحكي قبل استخدام التطبيقات بدي اروح مثلا بعديها العمل راح احط انه لوكيشن الشغل في المكان الفلاني الساعة كذا راح اعمل لست عشان انا فعليا في ال 14 يوم كثير صعب اني اتذكر انا وين رحت وين جيت اذا لا سمح الله طلعت مصابع فانا اذا بدي اساعد اللي حولي بدل ما احط على الفيسبوك احط على وسائل التواصل ابعت على الجروبس وكذا احكي يا جماعة انا طلعت مصابع اذا حدا خالطني هو انا فيها كسر للخصوصية يعني انا هنا عم باضطر اعلن عشان احمل اللي حولي صح هنا انا عم اضطر احكي وكل يعرف يعني نوعا ما ما بيضل حدا الاو يعني بعمل سكرينشوت وبيخبر كمان حتى اللي ما بعرفوني فبصفي هنا كسر الخصوصية بس في امان لا انا بخزن هاي المعلومات اوتوماتيكيا على الجهاز ما حدا راح يقدر يوصلها غير اذا الشخص لا سمح الله طلع مصاب وراح عوزارة الصحة وقالهم يا جماعة انا عندي الاعراض وفحصوت وفعلا طلع ايجابي هنا طبعا زي ما حكى محمد انه راح يطلب منه موظف وزارة الصحة انه يعطيه الفايل طبعا هاي كمان نقطة ثالثة بحب اوضيفها انه الشخص حر يمكن يقول له انا ما بدي اعطيكيها بس يعني احنا كلياتنا في الاردن بنحب نساعد الاخرين ومستحيل واحد فينا يجي يحكي لا انا كنت في هدول 14 يوم ورحت عمية و30 موقع وما بدي اخبر لا اكيد راح تيجي منه الواحد شخصيا انه اوكي هاي الفايل بيعطيه الملف وطبعا ما بيعطيه مش شرطي يعطيه التليفون انا ممكن اعمله شير عن طريق الواتساب ايميل واتيفر الطريقة اللي بده اياها الشخص او بتساعده وموظف الصحة راح يرفعها لبينه النقطة الرابعة اللي بحب انوه لالها انه برضو حتى الملف لا يحتوي على اي معلومة عن الشخص هي بس موقع اللوكيشن احنا بنسميه الاكس والواي احداثيات هذا الموقع الوقت امور مثل هيكة يعني لا ما بتزيد عن هيك يعني انا ما بعرف مين هو الشخص ولا بعرف اي حتى لما توصلك التنبيه راح تلايك انه تم التقاء مع شخص مصاب ما راح تعرف انه امال ابدا ما راح تعرف انه كنت انت مع امال فهذا الشخص هو امال وهي معلوماته او كذا انت راح تلايك بس انه كنت في هذا المكان وطبعا وانا فيه كمان احنا بنساعد الشخص اللي بوصله التنبيه انه ياخد القرار بقولوا فعلا كنت في هذا المكان او لا يعني ممكن كمان هاي واحد من الاشياء اللي احنا حبين نحن يعني امال احنا بدنا نأكد انه هذا التطبيق لا يخترق خصوصيتك مش راح يتبع عليك انت وايش تعمل سيرتش على جوجل ولا ايش محادثاتك على واتساب ولا ايش من كل هاي الاشياء فيسبوك بتعرف عنا كثير اصلا وجود السمارت فون بحداته يمكن يكون يعرف عنا كثير اذا تطبيق امان هو فعليا لا بيسجل لا محادثاتك ولا بيراقب ولا بيعمل ايشي هو فقط بيحاول انه يكون قاعد عم بجرد يعطيك اشياء لحتى انك تدير بالك فيهم على حالك وعلى الناس اللي حواليك وهاي من يعني اذا في يوم من الايام حد حس انه في اختراق معين وقدر يكشفه بيدقك ننتقل لا استاذ محمد في بعض الشكاواجات عن التطبيق انه ممكن هي تكون في مكان والتطبيق يعطيها نوتيفكيشن انها بمكان اخر او اشعار او تنبيه هل فعلا كان في شوية خلل في التطبيق ام مثلا هناك طريقة استعمال خاطئة كانت للتطبيق ذاته هلا احنا لما نيجي مثلا كرسائل بتيجيناك مثلا ملاحظات من المواطنين احنا وصلنا في مكان ما انا ما كنت واصل هذا المكان احنا القاعدة الاولى بنيجي بنحكي الى اي مستخدم لهذا التطبيق دائما شيك التليفون تبعك مرتين في اليوم مرة الصبح ومرة المساء عشان تتفاعل خاصية الموقع لانه في بعض الاجهزة تفصل منها خاصية الموقع فمثلا بيكون نفرض مثلا كان عدوار المدينة وفصل عنده عدوار المدينة او طفا باضطر انه خلص هاي النقطة في حال مرأ شخص مصاب رح يحكي له انت مرأت من هذا المنطق في الساعة الفلانية فبيجي بحكي انا ما وصلت هاي المنطقة في هذا التوقيت كنت في دوامي او الاخرية فاحنا فيه عندنا عدة اجراءات نمشيها مع الشخص اللي بوصله هذا التنبيه خلينا نيجي لقيلها وحده وحده انا وصلني مثلا التنبيه فبحكي له انت قبل ما تعمل اي اجراء خد نفس لانه لما اي شخص بوصله هذا التنبيه بيكون خايف اه فخد نفس قبل ما تضغط نعم او لا فيه عندنا رسالة بيكون محطوط هل كنت موجود في هذا الموقع اضغط هنا في هاي الساعة في هذا التاريخ فاول اشيء لازم يشيك الموقع لانه اذا شيك الموقع هذا بعطي احتمالي انه اه والله انا مكنت موجود اذا كنت موجود فيه اجراء اذا ما كنت موجود بقدر يجاهل التنبيه وكمل حياته طبيعية هلا في حال اذا لا الموقع صحيح والوقت صحيح بروح فيه عندنا الاجراء الثاني اللي هو هل كنت لحالك مثلا فيه ستات بيوت بيجي بحكي لك انا كنت في البيت ما طلعت من مكاني فيه مثلا الشخص المصاب يكون يا اما طالع على طالع على الدرج او بكون الشخص المصاب فوقهم او مارئ بالسيارة فمنحكيلها اذا كنت في البيت لحالك او مع اهلك او في السيارة نفس الاشي لحالك او مع اهلك منحكيله انت بتقدر عادي تجاهل التطبيخ لانه انت كنت واقع حالك وما خالط اذا لا بالعكس كان بمكان عام فيه عندنا اجراءات اذا كان الشخص عالي الخطورة او متوسط الخطورة او شديد الخطورة نحكيله اتصل على واحد 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 او احجر حالك وروح افحص لاحد ما اللي هو تظهر نتيجتك بينما اذا كان منخفض نحكيله التزم باجراءات السلام العام زي الكمام التباعد الى اخره وعمل فحص كاجراء احتراز وقاء اضافي يعني هي خيارة بكون طيب امال بدي اسألك اذا في اي احصائيات عن عدد المواطنين اللي منزلين التطبيق كيف التطبيق ماشي مؤخرا هل فعلا تم استفادة حقيقية من هذا التطبيق مثلا بحالات معينة مئة بالمئة احنا تقريبا لغاية هذه اللحظة صار عدد تحميل التطبيق من الاردن مليون ومئة ألف تمام بس احنا اللي منطمح عليه حسب ما قرأنا في دراسات من ايما اي تي ودراسات عالمية انه احنا لازم يكون تقريبا بين اربعين لستين بالمئة من سكان البلد منزلينه لانه انا اليوم عشان ااخد فائده تماما لازم احنا مثلا الثلاثة قاعدين في هاي القاعد الثلاثة اتليست يكون اتنين اذا بدنا نحكي بشكل منطقي عشان ناخد فعاليته بشكل اكبر ثلاثة مئة بالمئة بناخد الفعالية بس في نقطة على السؤال يمكن اللي حكتيه قبل شوي على الناس اللي بتوصلهم تنبيهات خاطئة في ناس كتير احنا شفنا انه عم تخلط بين وقت وصول التنبيه ووقت التعرض هاي كتير مهمة يعني لازم الشخص عن جد يقرأ المساج اللي عم توصله على التليفون على تطبيق امان انه فعلا انا كنت في هذا الوقت تاع التعرض للاصابة وليس وصول التنبيه يعني انا ممكن اليوم يوصني التنبيه هلا بس انا تعرضت لشخص مصاب قبل اربع تهيام فهي كتير مهمة نذكرها عشان الناس تنتبه لالله طب احنا نشوفها الصورة مع بعض هاي الصورة بتعبر عن حكو لنا هاي الصورة بتعبر عن شخص خالط بدرجة متوسطة فانا مثلا كشخص انا هاي طالع عندي الشخص مخالط لكن اذا الشخص بعت لي مثلا رسالة على اللي هي صفحتنا على الفيسبوك انا طلعت لي هاي المساج اول اشي بتأكد من الموقع هل هو صحيح ولا لا هل كان لحاله في البيت او لا كان بمكان عام خالط خالط ناس مثلا كان بمحل كان بدوامه الى اخره اذا كان مثلا بدوامه باجي بحكيله لا انت بتروح بتحجر حالك وتروح بتفحص وبتتصل على واحد 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 هم رح يكونوا يعطوا الاجراءات المناسبة والمستشفى او المركز الصحي اللي هو يروح يراجع عليه بدي منك بنصف دقيقة كلمة اخيرة ومن ثم ننتقل اليك بنصف كلمة بنصف دقيقة كلمة اخيرة بنا نحكي للناس حول هذا التطبيق وحول اهمية تنزيله انا اليوم بدي احكي احنا اليوم التطبيق اللي عملناه هو لمساعدة بلدنا عشان نطلع من الحظر اللي كنا فيه وضل حياتنا زي ما هي هلأ قادرين نتحرك وقادرين نروح اعمالنا وما حدا يروح شغلو او يروح عملو التطبيق اليوم رح يساعدنا كتير كحكومة وكأشخاص يكسر سلسلة العدوى ومساعدة تقصي الوبائي بس انا في كلمة حاب احكيها لزملائي المتطوعين لانه فعليا ما شاء الله عليهم ابدعوا يعني احنا نحكي الى هلأ عن ميت شخص صح احنا في تطبيق امان تقريبا ثلاثين بس كمينيتي كاملة هلأ مية وشوي بس انا صراحة يعني ما شاء الله عم بيشتغلوا بعد دوامهم في عملهم الخاص ببلشوا يشتغلوا في تطبيق امان عشان دائما نحسن ونعطي فيتشار كمان للناس كتير بوصلنا تعليقات من الناس حتى عمستوى انه التطبيق مملع عشان هيك ما بدي ان نزله المفروض هو ما يكون مسلي بس ما هيك احنا عم نحاول قدر الامكان نضيف اشياء فالشباب يعطيهم الف عافية بدي اشكر كل واحد فيهم انا ما راح اقدر اذكرهم بالاسماء بس كل هاتهم عم بتعبوا وبيشتغلوا بطريقة يعني صراحة فلكية للساعة ثلاثة واربعة الصبح فيعطيهم الف عافية يعني كثير بسرعة اكيد اول اشي بس فيه نقطة كتير مهمة بدي وضحها او لما يوصلك تنبيه امان لا تخاف تطمن هي نقطة التقاء انت ما خلق يعني احنا منحكي خالطة شخص موصاب بس انت هاي كانت نقطة التقاء بينك وبين الشخص بس هي وقاء احترازي وتطبيق امان هو وقايا للك ولا الناس اللي حواليك ولا سلامتك ولا سلامت الجميع اذا مدير مشروع تطبيق امان امال السعدي شكرا جزيلا لوجودك معنا ومدير الاعلام الاجتماعي في تطبيق امان حمد الفحماوي كانوا معنا في اصل الحكاية لحتى يحكونا اكثر عن تطبيق امان وكل اللي قدرنا ناخده منهم هو شيء مطمئن فعليا ويؤكد انه هذا التطبيق اذا بده يكون موجوده بده يكون موجود لخدمة المواطنين وبرضه بدنا نشكر جميع المتطوعين وكل شخص قدعم بيفضي من وقته من اجل المجتمع ومن اجل المساعدة في حماية الاردوان من فيروس كورونا اشتركوا في القناة